تحديد هويات الضحايا أهم مرحلة بعد وقوع الكارثة المختصون ورغم المجهودات المبذولة منهم إلا أن غازات الطائرة على جثث الضحايا قد تعرقل التعرف على هوياتهم تعرف على الهوية بطريقة سهلة في هذه الحالات تمنعنا من استعمال هذا الميطود مثل هذه الحوادث المأسوية تتطلب خبرة ميدانية كبيرة وتجندا تاما لتحديد هوية الضحايا نرى في حالة تأهب وستعداد بعد تعليمات وزارة الصحة كل طاقة مراه في استعداد معنويا ولا لوجستيكيا المصلحة في حالة تأهب 24 ساعة لأباشين في حالة إدامة تقديم يد المساعدة لوزارة الدفاع في الجزائر عندها خبرة في هذا المجال قمنا من قبل بالجيسون الكاتاصروف ديماسك سواء في الزلزل بومردس أو حملة باب الواد أو في حديثة تيغن تورين أيضا الحادث المأسوي وعدد الضحايا دفع سلطات الطبية المختصة للتأقلم مع هذه الوضعية الاستثنائية كحادث جسيم على المستويين الطبي والنفسي في آن واحد